ومعنا من الرياض الشيخ الدكتور عايض القدني رحب فيك دكتور عايض إذن أنت ذكرت في هذا الفيديو الذي شفنا منه مقططفات عن أردوغان أنه دخول الأتراك السعودية هو احتلال فكيف هذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مولاه مرحبا أختي تغريد وأخي علي والإخوة المشاهدين جميعا نعم دخول الأتراك في السعودية هو احتلال لأن بعدين قرانا التاريخ وعرفنا كنا نسمع من آبائنا وأجدادنا أنا لما كنت في الجنوب كنت سمعت من كبار السن وأحفظ في ذلك قصايد وقرأته مراجع أنهم لما أتوا أتوا بالقتل والاحتلال وسفك الدم والنهب والسلب حتى واجههم قبائل عسير في ملحة من متسجلة وقبائل بني شهر وبني عمر وقبائل غاب وزهران ثم انفصل الزهران في رهوة البر وقتلوا قائدهم أحباد باشا زهران قتلوا القائد أحمد باشا حتى أخذوا بخروش إلى إسطنبول حتى قاد الزهران وقتلوا في إسطنبول يقول شاعر زهران المشهور بن ثامرة أين حن زهران ما يفعل فعائنا ولا رجال خمس هيام الذي تحت المدافع والرصاص الميري نحتلك في زكة الطابور وأهلكنا المسايفين وكسف حتى القمر من ذبحة الطابور وأحمد باشا والقمر هلل وكبر وستمثلا من صباحنا الدرعية هدموها وهذا محفوظ بالتاريخ لأنها كانت عاصمة التوحيد وهم كانوا طبعا على عقيدة بن عربي الاتحادي الحلولي الملحد وكانوا قبورين مشركين والدرعية كانت تدعو للتوحيد والتجديد وكان فيها علم وكان فيها نور أقدموا على سرقات الممتلكات والمحتويات والآثار قبل ما يجون الجنوب ترى قاتلهم اليمنيون كمحتلين حتى يقول الإرياني شاعر اليمن يقول ما خضعنا للترك مع قربهم في الدين منا فكيف نرضى البعيدة نعم أنا أقول أو أدي شهادة هنا أن دخول الاتراك لم نكسب منهم توحيد كيف وهم قبورية مشركين مبتدعة خرافية حتى بعض سلاطينهم كان على عقيدة بن عربي الملحد لم يدخلوا علما لم يدخلوا ثقافة لا زراعة لا صناعة عطلوا كل شيء في الحياة إنما لنهب الأموال وسفك الدماء وهذا موجود ومسجل في التاريخ وسبق أن يبهي مؤرخون حتى من غير السعوديين فماذا نقول لهذا نقول إيش يعني جو للتنمية جو للتعليم أي علم نعلمونا أي تنمية بل ذبحوا آباءنا وأجدادنا واجهناهم واجهة مسلحة وكمان كانت مدن نجد تواجههم مدينة مدينة حتى وصلوا للدرعية والتاريخ موجود عنوان المجد وغيرها من التواريخ تثبت ذلك بالوثاق والحمد لله